في جديد المواقف عن تطبيع بين دول الخليج وإسرائيل ما صدر عن الحخام الأمريكي مارك شناير لصحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية والذي قال إن دول الخليج الست تتنافس حول من سيكون أول من يعلن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتوقع أن تكون البحرين هي السباقة لذلك وتذهب للتطبيع الرسمي في عام 2019 تلحقها الدول الخليجية الباقية مارك شناير الذي يقيم علاقات واثقة مع دول خليجية ووفق ما نقلته الصحيفة أكد أن دول الخليج كانت تنتظر لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل تحقيق السلام مع الفلسطينيين أما اليوم فإن قادة هذه الدول ليقولون إن مجرد العودة إلى طاولة المفاوضات يكفي الصحيفة نقلت كذلك عن الحخام الأمريكي أن ملك البحرين هو من قاد بنجاح الجهود المبذولة لتقوم جميع دول الخليج الست بتسمية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وبحسب شناير فأن الملك البحريني قال له أن أكبر أمل للحصول على صوت عربي معتدل في الخليج هو بأن تكون إسرائيل قوية كما شكر الحخام الأمريكي الملك البحريني لكونه يقدم الدعم لإسرائيل على حد قوله وكرر شناير بأن الدافع وراء أنشطته هذه هو التطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وقال شناير أن أول حخام يدخل القصر وملك البحرين كان أول زعيم من زعماء الدول الخليجية ينتقد علنا إيران وذكرت الصحيفة أنه على مدى 15 عاما الماضية زار الحخام شناير العديد من القصور في المملكات العربية السعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة